نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من صور متداولة تزعم تلوث مياه الشرب والزراع وعدم صلاحيتها للاستغلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها ووضح المركز الإعلامي أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية وستختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير